تخيل انك تلاقي زهرة ندرة شكلها روعة زهرة مش موجودة في اي مكان تاني في العالم ولما تعوز تشوفها تاني وترجع بعد سنين تكتشف ان الغابة اللي كانت موجودة فيها الزهرة اختفت تماما طب ازاي اختفت؟ كأن الطبيعة قررت تمسح جزء من تاريخها بنفسها دي قصة الديبيا سبلندس زهرة فقدت موطنها لكن العلماء نجحوا في انقاذها قبل فوات الاوان تعال معايا حكي لك القصة سنة 1972 علم النباتات الامريكي دكتور دينيس بريدلوف كان بيستكشف الغابات السحبية اللي هي الكلاود فورست وكانت موجودة في تشيباس في المكسيك وسط الاشجار العملاقة والضباب الكثيف لقى حاجة مستحيل تتنسي زهرة رائعة فريدة جدا بما انه دكتور وبيدرس الحاجات دي كان اول مرة يشوف زهرة بالجمال ده الوان بتجمع ما بين الدهبي والبرونزي كانت الديبيا سبلندس الزهرة اللي كانت بتعتمد على الهامنج بيردز او التيور الطنانة علشان تعيش لان دي الطريقة الوحيدة لتلقيح الظهور التيور الطنانة مش بس كانت بتلقح الظهور دي كانت بتديها حياة الديناميكية بين الكائنات كانت سر وجودها لكن اللي حصل بعدها كان صادم لما عازي يشوفها تاني بعد سنين رجع بريد لوف لنفس المكان سنة 1986 علشان يشوف الزهرة لكن ملقهاش ملقهاش لها اي قطر الغابة نفسها اختفت مش موجودة كلها تحولت بالكامل لمزارع كل شجرة وكل زهرة اختفت وكأن الطبيعة كانت بتمسح لوحتها الفنية ودي كانت نهاية الزهرة في البرية لكن القصة كده ما خلصتش قبل ما تختفي الغابة بريد لوف في اول زيارة لي كان جمع بزور الزهرة وزرعها في اماكن زي سان فرانسيسكو وده اللي انقذ الزهرة دلوقتي الديبيا سبلندس موجودة في كزا جنينة مش كتير ولكن كل ده بفضل العالم اللي جمع البزور قبل ما تنقرد العناية بالفوشية الزهبية مش مجرد زراعة مثلا الصور اللي انتو شايفينها دي انا صورتها في حضائق كيو او في كيو جاردنز بيزرعوها هناك بطريقتين يأما من العقل علشان يحفظوا على الجينات الاصلية او من البزور علشان يدرسوا التغييرات الجينية وتلقحها كان بيتم بالهومنج بيردز او التيور الطنانة لكن لان ده مش موجود في الحضائق فبيتم باستخدام فرش صغيرة الفرش دي بنحطها في الوردة ويتم التلقيح يدوي حضائق زي كيو جاردنز وحضائق كتير حولين العالم بيحتفظوا بكل النباتات الندرة وفيهم بنوك للبزور وده علشان يحتفظوا بسلالات اللي خلاص انقردت او الرابط خالص ان هي تنقرد وده حاجة معظم الدول المفروض تعملها علشان طبعا تحافظ على التنوع الزراعي اللي عندها وجات شهرة الديباس بلندس كزهرة من ان هي بقت رمز للغابات السحبية اللي هي بازت بسبب وجود الانسان وعلشان كده بقت رمز في لوح كتير جدا في المكسيك للحفاظ على البيئة والحفاظ على النباتات الندرة سكان كتير من السكان اللي ساكنين في الغابات السحبية دي بدأوا يعتبروها رمز للحظ السعيد وعلشان كده بدأوا يزرعوها بالقرب من بيوتهم ديبياس بلندس مش مجرد ظاهرة ندرة دي رمز للنجاة رمز لدور الانسان في حماية الطبيعة دكتور بريدلاف لو ما كانش خد بزورها كانت القصة انتهت بالكامل الحكاية دي بتقول لنا حاجة واحدة دايما في امل حتى لو الطبيعة بتخسر دورنا اننا نحمي اللي باقي ونرجع اللي ضاع كل ظاهرة بتتفتح النهاردة في كيو جاردنز هي شهادة على قوة العلم وحب الطبيعة اتمنى القصة دي تكون الهمتك ما تنساش تشترك في قناة كايرو جاردن واتبعنا على السوشيال ميديا وتابع سلسلة اغرب واندر النباتات الموجودة في العالم مع كايرو جاردن شكرا وشوفكو في الحلقة الجاية من كايرو جاردن مع السلامة اشتركوا في القناة